سجلت مملكة البحرين انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الحالات اليومية لفيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها تسجيل 397 حالة قائمة جديدة لينخفض العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 4616 حالة منها 12 حالة تتلقى العلاج في المستشفى وأربع حالات في وحدة العناية القصوى هذا ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال اليوم كما أعلنت وزارة الصحة تعافي 695 حالة إضافية شهدت مراكز التطعيم في محافظات مملكة البحرين قبالاً كبيراً من مختلف الفئات العمرية لتلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا بالفعل حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم حتى مساء يوم أمس السبت أكثر من مليون ومئتين وثلاثة وثلاثين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومئتين وسبعة عشر ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من 976 ألف شخص